قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان إقليم كردستان ريبوار بابكي قال إن وفدا من اللجنة بحث مع القنصلية التركية في أربيل مصير اللاجئين الكرد الذين تم ترحيلهم إلى سوريا وطالب بابكي والوفد المرافق له من القنصلية التركية القيامة بكل محاولاتها مع أنتقرى لعادة المواطنين الكرد المرحلين إلى سوريا ووعد القنصل اللجنة بتسخير كل جهود من أجل عادتهم وقررت أن تبقى على اتصال لحين عادتهم للأقليم وكانت السلطات التركية قد أعلنت في وقت سابق أنها ضبطت عددا من اللاجئين الكرد وقامت بتسليمهم إلى سوريا بدلا من ترحيلهم إلى أقليم كردستان